اولا انو معناها احنا راهو هي جلسة افتتاحية وجلسة الافتتاحية هذية انتم تعرفوا البرلمان عندو دراق قديش من شرم سكر دونك معانيش لا ادارة لا حتى شاي نجمو تنظم الامور هذية دونك احنا كمجموعة من نواب معنا في اتار انو حاولو كيفاش نعطيه صورة مزيانة للجلسة العامة منحبوش ندخلو في فوضى من نهار لول ومعانيش كيفاش نتقترو دونك قاعدنا مبعدنا باش نحاولو نعطيه صورة مزيانة للجلسة الاولى وفي اتار هذية حبيتو قل لك راهو فما مجموعة من نواب اصلا طرحوا كلمة انو نحيو البث المباشر واحنا كنا رافضين انو نحيو البث المباشر بالعكس احنا حبينا انو البث يكون موجود لكن معناها هاوكا معناها البث يكون معناها منظم اكثر منو معناها في اتار اخر دونك انا بشو نقولك انا راهو الكلم متاعك في بارشة جانب صحيح هذيك عليش انا نطلب انو في النظام الداخلي توا نأسسو الى البرلمان الجايز ميكون فما جلسة افتتاحية بحضور كل النواب جلسة قبل الافتتاح بحضور كل النواب باش ميقولوش قديش المجموعة وقديش كذا احنا كيفاش بش نعملو معناها النزل ولا وتيل بش نلمدو مية وخمسين شخص من جموش معناها احنا مجموعة صغيرة احنا كي قعدنا ميش مجموعة متاع مية وربعة وخمسين وميش جلسة بالتصويت ميش كذا هي جلسة فقط تنظيمية وهالجلسة التنظيمية هاي مشيت بها السلطة التنفيذية كيفاش معناها انت والجلسة التنظيمية هذية اه معناها وانيتي ابليجي بش نعملوها خطر ما زمناش نخليو الجلسة العامة فوضى الجلسة الولى فوضى خطر منا معناش اه كونيسانس ببعضنا ما نعرفوش بعضنا ما نعرفوش كيفاش مش تصير لامور معناها حتى كيحكينا مع اه رئيس المجلس اللي هو معناها ترأس المجلس قلنا له راوه يلزم لجنة الفرز قبله وبعد لك يلزم هكا وبعد يلزم هكا معناها نحاولو كيفاش نظموا الامور وهذية تصير عادة تنبش العادة معناها الامور هذية تصير في الادارة وتصير ما انت فهم حاجات تصير اقبل احنا اتار ظرفي استثنائي وفي الظروف هذية الاستثنائية خيرنا اقترحنا على الشي هذي النجم يكون خيار سائب كيمة نجم يكون خيار غالط لا هو خيار غالط مدام احنا بالنسبة لنا هو خيار غالط وماذا بيها مثال الشراء وتجمو تغلته ماذا بيها تقول مثلا انا نعتذر للصحفيين البارح اللي منجموش يدخلوا من القتال الخاص ما فيها شي معناها الاعتذار ساعات بيهي نعتذروا لكلامة متاعكم جلسة تمهيدية كيما كنت تحكين انتي ما لو ما عنده حتى معناها جانب قانوني اي احنا نحبو توين حطوها قانونية لحكاية اما انا خوفني كتقول لك لما هذي انه في القانون ينبعد بشي فرز ما بين لذاعات هذا يدخل هو تو في النظام الداخلي بشنو الحاجة بها انه في النظام الداخلي بش نتلولو كل المسائل سواء العلاقة متاع النواب ببعضهم سواء هياكل المجلس معاقل هياكل السلطة التنفيذية العلاقات الكل مع وسائل اعلى مع كل شيء كل بشي تصير في نظام داخلي وهذا انا معناها انا نشجعكم انه تطرحوا مسألة التنظيم بش نحنا ما نقعدوش في اتار مثلا اختراقات ولا شمان اختراقات ما نعرفش انا توى معنا صحفيين جواسيس مخترقين لا لا مش نحكي عالصحفيين ولا نعود نقول مش نحكي على الصحفيين بالذات اما انا نحكي على انه الدولة هذي كانت تم اختراقها بجميع مؤسساتها واحنا نحبو انه الدولة هذية ترجع نظيفها دولة قانون وغيره دون كل المؤسسات بشي تم فيها تطهير من الناس اللي هما فيزدين ولا الناس اللي هما ينجموا يتأمروا على البلاد مش كلنا اللي بشي قرر هذي ناس ما فيزدين وناس مش فيزدين ناس مش فيزدين وناس مش تأمرين وناس مش تأمرين احنا شو نعملو احنا يزمنا النظمه انه معناها مثلا خطر احنا ساعات اللي حكراس ويسمي روحه صحفي ويدخل ويخرج وتقول عليه دار الوالد احنا ماذا بينا نظمه اللي امور انه فما نقابة انتم احنا قعدنا سلطة رابعة ثم وظيفة تشريعية احنا سلطة اعلى احنا حتى تصنيفنا سلطة احنا بش نتعاملوا مع الجانب الرسمي من الصحفيين في اطار نظام معين وكيفية التنظم في هذا في النظام الداخلي الصورة اللي كنت شايت فيها تاعتذربيا على الاقل انك كنت مساهمة انا ما عنديش تدور في الحكاية انتم وصلتوا صورة هذي معناها الاجتماع هذين والا هي الصورة هذية الصورة هذية تنجم تكون وصلت كيفينها كيما كانت تنجم لو كان مثلا احنا ما اقترحنيش هذية كانت تنجم تكون صورة ما اسوأ على تونس ما نعرفش انا ما عنديش فكرة كل اختيار ولا كل خيار عندو حاجات تنجم فيها ايجابيات وفيها سلبية على كل حال هذي يعني موضوع للنقاش وهذا مش يتم التنظيم